ميابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر افتتح معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء افتتح مؤتمر الخليج للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في دورته الثانية الذي تنظمه جمعية الأطباء البحرانية وبالتعاون مع جمعية السعودية للأمراض المعدية والكائنات الدقيقة وجمعية الإمارات الطبية للأمراض المعدية وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله قد افتتح المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى الرابع من نوفمبر الجاري بحضور معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين من داخل وخارج البحرين وبهذه المناسبة رفع معالي الشيخ خالد بن عبدالله جزيل الشكر والعرفان إلى سموه رئيس الوزراء الموقر على تكليفه بافتتاح أعمال المؤتمر نيابة عن سموه مشيرا معاليه إلى أن الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا المؤتمر من لجن سموه تؤكد ما يوليه سموه من اهتمام بالقطاع الطبي والصحي وقال معاليه أن القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وحكومته الموقرة ودعم سموه ولي العهد أولت القطاع الصحية وكوادره اهتماما خاصا لأسيما وأن جميع مجالات التنمية البشرية مرتبطة في المقام الأول بصحة الإنسان فلا تنمية ما لم يكن محورها وهو الإنسان سليما صحيا كما أضاف معاليه أن الحكومة الموقرة ملتزما برنامج عملها من حيث الارتقاء بالخدمات الصحية عبر الاستمرار في وضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثلي للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين وعرب معاليه عثقته في أن يتوصل هذا المؤتمر إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم في تعزيز مهارات ومعارف الأطباء في مجال مكافحة الأمراض وتزويدهم بأحدث المعلومات الطبية والصحية وبما يدعم جودة الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم الجهات والخدمات الصحية والطبية وفقا لأرقى المعايير العالمية مرحبا معاليه في الوقت نفسه بجميع المشاركين في هذا المؤتمر من خارج البحرين وشاكرا كذلك جمعية الأطباء البحرينية على ما تطلع به من جهود حثيثة في سبيل تنظيم هذا المؤتمر الذي يعكس الاهتمام والتقدم الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة وخلال الحفل الذي ألقى عدد من المتحدثين الكلمات الافتتاحية لهذا المؤتمر وأعربوا فيها عن جميع خالص شكرهم وتقديرهم إلى سمو رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية هذا المؤتمر للدورة الثانية على التوالي أعربوا عن عميق امتنانهم للقيادة الحكيمة وللحكومة الموقرة لما يبذل من جهود طيبة وحرص كبير على تطوير منظومة القطاع الصحي والطبي في المملكة ضمانا لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير من جهته قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد رفيع لقد حققت مملكة البحرين تطورا كبيرا في مجال الرعاية الصحية والطبية وهو ما تؤكده المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة في هذا المجال بعدها قام معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بتكريم كبار ضيوف المؤتمر والمؤسسات الداعمة كما تجول معاليه في المعرض المصاحب الذي تقدم من خلاله الشركات الطبية أحدث ما أنتجته من تجهيزات ومنتجات وخدمات صحية وطبية موسيقى موسيقى غوائل صحية تقف بين الفترة والأخرى على أعتاب عافية الإنسان وسلامة بدنه ولربما تنتظر الفرصة السانحة لاستهداف جسده وإنهاكه عبر إضعاف جهازه المناعي وإبطال مقاومته لرهط متنوع الأمراض الوبائية المعدية وعبر منصة المؤتمر الخليجي للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية بحلته الثانية سيتم الوقوف على ما هي الحالات المرضية الغريبة والنادرة ليطرح أمامها تلك الطرق العلاجية المستحدثة بحسب المعايير العالمية في هذا المجال لازم يكون الأطباء يطالعون على كل ما هو جديد في العلاج الأمراض خوصها الأمراض المعدية الأمراض المعدية في أصبحتها الآن لو أنها ما أصبحت المشكلة المشكلة عندنا هي الأمراض المزمنة لكن موجودة وبعدين ساعات تطور بسرعة بحيث أنك تحتاج أن يكون فيها عمل سريع خوصها ببعض الأمراض التطور التي تنتشر بسرعة مثل أمراض بعض الأمراض الفيروسية مثل المنزة أو ما يشاب الفنزو فهي تبيلها سيطرة ويتبيلها معرفة بكيف أنك تتعامل معها ليس فقط مسألة العلاج وأنها مسألة الاحتواء ومسألة الوقاية نحن في منطقة شهدت بعض الكوارث الوبائية مثل السارس وغيرها من الفيروسات طبعا هذا المؤتمر سيقدم أوراق عمل كثيرة ويقدم لنا أيضا أحدث التطورات التي حدثت في مجال علاج الأوبئة الثقل الملازم لوزن هذا المؤتمر يعود إلى مشاركة ذلك العدد الكبير من الخبراء والمختصين في المجال الطبي من مختلف التخصصات الصحية من دول الخليج والوطن العربي والعالم ممن يزيد عددهم عن ثمانمائة وخمسين بين مشارك ومتحدث من الذين يرغبون كشف ما في جعبتهم من أفكار تتمحور حول كل ما هو جديد فاضى ولا يزال يفرض به بحر المضادات الحيوية المؤدية إلى خفض نسبة انتشار الأوبئة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد المؤتمر سيناقش موضوع مهم وهو مكافحة الجراثيم للمضادات الحيوية فطبعاً هنتكلم عن الأسباب هنتكلم عن الحلول والأدوية الجديدة التي طالتها في العالم لمقاومة هذه الجراثيم هناك كثرة من انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية فهذا من المهم نتداركها ونضع الحلل لها فاليوم إن شاء الله بيكون وضع الحلول عندنا طباء من جامعة كليفلند كلينك بيحاضرون لكيفية وضع الاستراتيجية وبنستفيد من تجربة المملكة العربية السعودية في الرياض بالأخص على كيفية رصد الأوبئة معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر الخليجي للأحياء الدقيقة والأمراض المؤدية ضم أكثر من 32 شركة عالمية كبرى متخصصة في تصنيع المضادات الحيوية والأجهزة الطبية للكشف المبكر على الأمراض والأوبئة نقدم بجميع المجالات في الانتي انفكشن وحاولنا أنه يكون المجالات تبعتنا أنه تعم على جميع كمان طبقات المجتمع أخذنا بالاعتبار أنه يكون المريض يعني أدويتنا قادرة أنها تتوفر للمريض بالسعر حتى المناسب تنظيم البحرين لهذا المؤتمر سيعود بلا شك بالنفع والفائدة على المجال الطبي في المملكة عبر نقل الحديث والمتطور عالميا إلى الكوادر البحرينية لرفع مستواه العلمي والعملي على حد سواء الغموض الذي يكتنف نشوء وولادة بعض الأمراض المعدية بصورة مفاجئة ومستشرية كان ولا يزال فك رموزه حاجة في نفس مقدمي الرعاية الصحية من الإطباء ممن جمعتهم الأسباب ودعت إلى التقائهم عند خط واحد ينطلقون منه نحو محاربة النشط والساكن من الأدواء لتلفزيون البحرين محمد رشادت